اشتركوا في القناة على الاقل اغلبية الناس كيسعوا الى الشهرة ماشي بالضرورة تكون مرتبطة بانجازات معينة الكل يسعى الى تحقيق هذا الشهرة بهدف طبعا حال وصول الى مستوى معين والى اموال معينة فبالتالي احنا بغينا نشوفو الرأي دير الشرع في هذا الوضع الحالي اللي كنعيشوه خصوصا وسط مواقع تواصل الاجتماعي وكيفية ان الكل يبحث عن الشهرة المفهوم ديالها الجدوى ديالها هادشي كله غادين تعرفوا عليه رفقة فضيلة الساد داية والشيخ الأساد عبد الرحمن سكاش كما كذلك غادين تعرفوا عليه الى ما قالت اليه الامور بسبب هاد السعي وراء الشهر على بركة الله مرحبا بك أستاذ بارك الله فيك الله يرضى عليك كيف حالك كش مزيان على بركة الله نفتح حوائيك حلقة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأؤمن به وتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى صحبته الغر الميمين وعلى جميع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تحية إليكم إخواني أخواتي داخل المغرب خارج المغرب أحبكم في الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملني وإياكم برحمتي في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة يوم عيد اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا قد حوائجنا يسر أمورنا شاف مرضانا رحم موتانا هدد الله لنا شببنا نساءنا أصل أحوالنا رد بنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الرحمين يا رب العالمين شاف المرضى عجلهم بشفاء ارحم الموت واجعل قبورها مروضات من رياض الجنة يا رب العالمين يسر أرزاق المسلمين يسر أرزاق شباب والشابات يسر الزواج أرزق الدرية اللهم حقق سؤلنا وأمنا فيما يرضيك فرّج هم المهمومين نفس كربا المكروبين قد ديننا عن المدينين شاف مرضانا ومرض المسلمين آمين 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 في موسم الحج وهو يطوف والناس يطوفون حول الكعبة والحجاج يعني فعمد هذا الرجل إلى بئر زمزم فعزكم الله تبول فيه يعني الناس تنكرت هذا الفعل وامسكوا به رفسوه ضربوه فجاء العسس الحراس اللي كانوا يحرصون للبيت جاءوا وأخذوه وقدموا أمام الولي قال لي ما فعلت هذا قال فعلت هذا ليذكرني الناس ويقول فلان الذي بال في بئر زمزم الشهرة الشهرة يعني الشهرة اليوم هكذا الشهرة مثل أعرابي هذا بعد أعرابي استغفر الله عظيم اعتدأ على حدود الله الشهرة اليوم وما أدرك ما الشهرة يعني البرق ديالها الآن يكاد يملأ السماء والعيان لا يخلو منها أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى العصر اللي تنعيش فيه هو واحد العصر دير تهافت كما قلنا تهافت على الشهرة الكل يتهافت على الشهرة صغارا كبارا كل شيء حتى ذلك التي يوقف قدام المرآت وتشويكا وإلى آخر يبحث عن الشهرة ليشهر في حيهم ليشهر ليراه الناس وأنه الأفضل وأنه 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 إلى آخر فصراحة إحنا ما اختارينا شهد الموضوع كذا عابة إنما اختارينا لأنه لا تنشوفوا شي حويش غريبة جدا غريبة جدا إنسان بغي الشهرة بأي وسيلة وبأي طريقة حتى ولو كانت هذه الطريقة تغضيب الله سبحانه وتعالى وش حال من شخص؟ أراق الدماء وبطشة وظلمة لأجل الشهرة وش حال منه؟ العالم الآن تنشوفه وش حال ديال الناس؟ وش حال من غني؟ حصد الحرام حصد 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 باش يوصل للشهرة ديال الغنى عنده تهوية تصنف من بين الأغنية وش حال ديال العلماء زلوا زلقوا بسبب أنهم أفتوا لأناس تحت الأوامر وتحت المال والرصيد والعلوم المركز وستتسلموا إلى آخره باش يشتهر باش يقول لي مشور ولي معروف ولي صاحب الكرسي الذي يجلس على العالم الفلاني الذي يجلس الكرسي إلى آخره والناس إلى آخره وش حال ديال الصحافة؟ صحفيين وش حال من هم تكلموا بالباطل وخفوا الحق وش عالوا العوافي وش حال لاحوا ديال الناس في السجون ظلما وعدوانا لاش؟ بس وشل إلى الشهرة نسقرع للأخير شكونا كتب فلان بقلم فلان بقلم فلان إلى آخره الشهرة وش حال من ممتل وممتلة باع جسده باع شرفه باع العرض دياله باش يصل للشهرة سوهوا له غير الفنانين الآن في الشرق خصوصا يعني المركز ديال السينما العربية الآن في مصر شوهوا نسوه لذلك الفنانين العجائز يقول لك نديمت على ما فعلت وفي الأخير ديال حياتهم كلهم كيتبرقهم عندك شي لذير لان باش يوصل للشهرة لابد لابد تقدم العرض دياله أو تشرف دياله ويقدم العرض دياله والشرف دياله وهكذا إلا من رحم الله كم من امرأة كانت مستورة وش حال المرأة مستورة ومستورة في دارها فعلا مستورة في دارها ومع ولداتها ومع رجلها لما كي يقولوا المغاربة لما كتبغي تموت كتدير الجنوح فعلا هاد المرأة مستورة في لحظة من اللحظات عرت ذلك المستور وبدأت تنشر الفضائح وتنشر عورتها وعورة بيتها وعورة ما يحدث في البيت بل ركزت فقط ما بقناش تنشوفو البيت ولينا تنشوفو الكاميرات محطوطة ومنصوبة على المؤخرات ديال النساء شرف الله وجوه هاكم الشهرة نصل وهاد شي كي يدير كله وش حال ديال الفتيات عارضات وكده وصوله بالشهرة يصول الفلوس وصوله كده الشهرة نريل الشهرة وش حال وش حال وش حال والله يا اخواني الكرام غدين دون عدون 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 لحولة ولقوتي الى بالله الشهرة اليوم ما بقاش هو دول مؤسف دول لي تنتأسفو لي الشهرة اليوم ما بقاش يعني كتبحت كان بحثوا على العلماء المميزين أو المميزين ببقيناش كان بيحتو في الشهرة على الأدباء والمتقفين ببقيناش كان بيحتو على النخبة اللي كيقدموا في المجتمعات خدامات وما يفيد المجتمع وينفع المجتمع ببقيناش كان بيحتو شهرة على ذوك الناس اللي كيقدموا الأروح ديالهم في ذا الوطن وكيكونوا نماذج التضحية للوطن ولا على من يساهم في رفع علم بلادهم خفاقا مثلا في المتديات الدولية إلى آخره صباحة الشهر اليوم كان بيحتوا على أصحاب التفاهة الرداءة الانحلال الخلقي الميوعة هذه أدية الشهر اليوم الشهر اليوم شوها ناس بزاف واحد المجموعة شوهوها الناس كانت شهر عالم مسكين مساق إلى ذاك المنصب بزمنه تاكي الخارسوم شهور إلى آخر نحن نتكلم على أنه واش الإنسان يجوز أنه يكون مشهور خصوصا أنه إذا في الشرع ديالنا واش الإسلام تيشوف الشهرة تيشوف لها يعني تيجيزها أم لا فغادي نتكلموا على هذا بزاف ديال 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 الناس اللي فعلا يستحقون الشهرة ما بقيناش كنشوفوهم والليناتين نشوفو نماديج ممسوخة نماديج سبحان الله العظيم بان اليوم غدا تلتيام ربع أيام تلقاه إنسان ميليار ديال إنسان صور دياله في أنحاء العالم الكل حط صور دياله في التلفون دياله ولا في كده ولا ويلهت وراءه ويبحث عنه يبحث عنه سبحان الله العظيم ليش ولم تتجيو شوف ماذا قدم هذا الإنسان أو هذا الشخص وهذه الإنسانة قدموا الإنسانية والمجتمع عنديهم وكذا لم يقدموا شيئا قدموا التفاه قدموا الرداء قدموا التناقضات والانحرافات يعني ودمروا العقل ودمروا الدين ودمروا المجتمع ودمروا الأخلاق إلى آخر وهذا كنقوله خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الوسائل ديال التواصل هذي يعني والقدرة ديالها على أنها تعطيل الشخص تمنحوا واحد الشهرة خطيرة جدا ما ننسوش بأنه في ستينات من القرن الماضي واحد الرسام أمريكي كان تكلم على شنو غي يوقع في المستقبل مش يتنبأ وإنما من خلال دكشي اللي عاشه هو قال هشنو غادي يكون في المستقبل إذن أنا وصلت من خلال الرسم وصلت لأنني تشهرت فنان رسام مشهور في العالم وكذا قال يعني غادي غادي في المستقبل سيتمكن الجميع من أن يصبحوا مشهورين شهرة عالمية خلال خمسة دقيقة فعلا يمكن لك يمكن لوحدات لوح غير وحد الفيديو ديال خمسة دقيق ستا دقيق المؤخرة وكذا وإلى آخري أشنو كيوقع والله والله ما تيتفرجوا فيها الأغلبية ديال العليات ما تيتفرجوا فيها لأن تتجيهم الغيرة يعني أشنو كنتفرج في وحدها إلى آخري جسد وكذا الأغلبية من يتفرجهم الضكور والرجال يتفرجون وتتلقى نسبة المشاهدات مليون 3 مليون 4 مليون غبر على ذلك الفيديو جسسي من التلقاء 12 مليون سبحان الله تخيل أن من خلال الناس دول مشهورين كيلي تتلقى عنده فيديو فيه مليار ونصف ديال المشاهدات لما نجي ونشوف المحتوى ديال داك سميته شنو قدم هذا إنسان وقف كيعوجي ديال أجي ويعوجي ديال أجي وتكادي إلى آخري ودير واحد للفيديو والذي يركلي بديال الشيء إلى آخري كيتمتم إلى آخري وصال انتهى الأمر 13 20 ثانية 50 ثانية أصباحا فيها مليار للمشاهدات وحصد والناس كتدولو كيعطيه شي كيعطيه الشي بالله يعاليكم هذه هي الأمة ديال سيد محمد صلى الله يعني ولينا مشغولين بالتافهات ولينا مشغولين يعني يعني غدين تلهتوا وراء الصرب وراء ناس يعني ترقاوا العالم الشهرة من خلال وسائل التواصل يعني داروا البوز ولا الترند من خلالهم يعني وليوا ناس مشهورين فصدقوني لكل نبي أن صراحة علاش هدنا سيدو تيجري وراء هذه الشهرة هذه كين لتيجري بسبب أنه بغير يكسب المال كين تيجري إيش يحصل على الوجاه وما أكثر في عالم السياسة وعالم الفكر وعالم كده إلى آخر كين الهدف يوصل للشهرة لأنه يحب الظهور عزيز عليه أنه يبان ويكون هو دائما هو الشخص الموجه إليه الأنظار والكاميرات و و إلى آخر ثم كين بهدف المدح والإطراء كين اللي كتعجبوه الشهرة باش يغطي العيو دياله ورا عامر عيو وها كاملين عامرين عيو باش يغطي على الشهرة دياله ومن هذا المنطلق هذا تنخلو بأن الشهرة بهذا الشكل هذا مرض والله مرض نفسي خطير جدا صنفوه علماء النفس في أنه ضطراب ثنائي القطب وخليط من الهوس والاكتئاب فالناس ديال الشهرة أغلب هم مرضى يعني الشهرة مرضى يعني عندهم أمراض هستيرية وسيكوباتية كما تيقول وتستسمع على هذه التعبيرات في علم النفس يفهمها المتخصصون فإذا كان المشهور كي يأضطر في المئات نقديم مش حال كان الشخص المشهور يأضطر في مئة عشرة مئة ألف إلى ألفين الآن أصبح المشهور حاضرا الآن في زماننا يؤثر في الملايين بل البلايين شيء يأثر فيهم والشهرة يعني في الإسلام تكلم على الإسلام